شبكة الطرق اللي بتتعامل دلوقتي ديت هتربط ربط مواني من محور تنمية قنة السويس من شرق بورسعيد حتى السخنة بطريق 30 يونيو بطولة 320 كيلو بتكلفة 4 مليار لينيه الوعد الترك رئيسي الطرق وكباري قال ان هاي الاندساك وطم السلاح بدأت تنفيذ فعلا من مداخل الانفاق الديدة اللي بتتعامل في بورسعيد النهاردة في وفد حقوق زار السلبون عشان يتطمنوا على السلرة وعلى الحر والمحتجزين وطبعا انا برضو لازالت بعض الاخصام بتعاني من التكدس ولابد نكون في حل للمسألة دي لازم يبقى في حل يعني لازم يبقى في حل لهذه المسألة اذن النهاردة في الحر اللي احنا شايفينه ده لازم يبقى في حل في المسألة دي الاستاذ ايمان محمد بتقول لي سبب الفساد الاساسي في النقل العام هو قرار واحد فقط هو انهم لعلوا المرتب بقى بالنسبة يعني ربطوا المرتب بالنسبة على التذاكر حتبقى التذاكر بقى دي كده بفي نسبة من التذاكر بتاخد تخص المرتب ده خل السوائن وكمسرية عبارة عن سوائن وقرباص يعني بيقف في اي محطة وبيندع الزباين وبيمشي ببط اريد زوله الاستاذ ايمان عارفين نهاية النقل العام زمان كان بيملكها عبداللطيف أبروليلا اللي هو فيما بعد اصبح رئيسا لنادي الزمالي ولما اتخذت منه حصلت اي وقت التأميم وكلام ده سافر وردع وردع بعد عشر اخمس سنة فالدولة عرضوا عليه انه هو ياخدها تاني فقال له لا ما تلزمش يعني فلما سؤل ده كلام ده سؤل بقى كان الكلام بيقوله ده وقت كان رئيس نادي الزماليك يعني فهو قال انا اي درش عندنا كان الدرشات كان أبروليلا مثلا وانا طالف المعاد التربية ايه في الهرم ده كان فيه اوتوبسين بيه واحد تمانية اللي بيمشي من القصر العيني وبيطلع الهرم على طول عنديزة مش عارف بيطلع الهرم وستاشر بيخش الدقي كانت مواعيد الاوتوبسين دولت كانت عربيات مرسيدس المواعيد بتاعتهم محسوبة يعني انت معروف بالزبط وكذا يعني الا خمسة اللي مش عارف فيه معروف معايا ما فاش زال كان فيه حد اسم مهندس مطبط ايه مفتش مطبط ايه مفتش مطبط واحد من الدرش اللي بتاع تمانية وستاشر دولت اللي هو ما دولت اللي هو كان اعتقد كان في البيزة في الحتة بتاعت المونيب دي او الحد مكان ده كده اعتقد كان فيه درش هناك كان هو بيطلع خط سير الاتوبس اللي هو بتاع بورليلا بيمشي في خط السير بتاعه من اول محطة لاخر محطة اذا لاحظ اي حفرة اللي حدا ايه ده بحس يوميها هم بيعملوها هو ارخص له بورليلا ارخص له بنصلح المطب عشان عربيته شفت قد ايه نمرة ثلاثة الدرش العربية فل السواق بيكم مرتب كويس ناس يعني حدا عظيمة للدن نيني بقى طب هو كان بيعمل ده بس كان بيكسب يعني بيكسب الدرش كله هتلاقي فيه محاسب محاسب والعربية لها العربية لها اتنين سواقين اللي هو هيخذ الوردية التانية واثنين كمسرية وببقى فيه واحد احتياطي بيبقى قاعد احتياطي لده ولده يعني الحكاية مش زيطة من المنتج في العملاء دي الكمسري والسواق والطعم الميومة تلاتة ميكانيكية وكهربائية هما دول المنتجين هما دول ادوات الانتاج اي حد حييني بعد كده زيادة حيبقى عبق وشغلانا ف ف فده كان ساعتها الدراج كله بيبقى مثلا فيه خمسين ستين سواق مثلا يعني وزيون كمسرية ومش عارفوا والميكانيكية طقم الفني كله اللي بدير لو المنتج ده كله كان قصادهم الاداريين لو هم مية كان خمسة يعني خمسة في المية الادارة واقل الاداري اللي بدير لما مشي يا برنيلا وردعوا بيارضوا عليه وصل ان السواق والكمسرية السواق والكمسرية قصادهم خمسة وستين واحد اداري ما تعينات عين 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 اما دي المشكلة اللي بيعاني منها التلفزيون مين اللي بيطلع شاشة في التلفزيون المصري يعني الشاشة اللي طلع دي بيطلع حد ببررامل البررامل حقل اطول فنية اللي شغالة اخواننا في التصوير واخواننا في الاخران واخواننا مش عارف المنتج واخواننا في الايه كل الطقم ده كله هو ده اللي بيطلع الشاشة فهل يعقل النهاردة التلفزيون يبقى فيه 47 ألف واحد بيشتغلوا طب بيعملوا ايه دول ده ده يطلعوا شاشات العالم كلها فاللي حصل دلوقتي ان الطقم اللي بيطلع اللي بيطلع الهوى ده عدد ده كده الواحد فيه 30 داري قصاده فعمر اللي حيكسب ولا عمره حيشتغله يعني ايه دي فبور الله مقالوله خد أخد أعمل جهة ايه طيب مقالولوش لازمة يعني نيلي دلوقتي احنا في المشكلة اللي بيتقولها الأستاذة إيمان بيتقول لك ان السبب انه مرابطه ده مش السبب الوحيد الاوتوبسات ماشية على نفس الخطوط او غيره في الخطوط بطريقة تانية انما نفس الفكر رغم ان الشوارع ازدحمت والناس كترت والعربات كترت واصبح التوبيس بحجمه كبير حركته مزاي زمان انما نفس التفكير اللي بتعمل بيه النهاردة اصبح احنا تركنا زي ما الدولة ثابت الصحة والتعليم للقطاع الخاص برضو ثابت النقل العامدة للقطاع اصبح المقرباسي ومسل الوقت بينق المقرباسي نسيبنا من المترو المترو بعداده هقل انما فيه ما تبقى من المترو المقرباس بينق المية بينقل منهم هو تسعين يعني تسعين في المية بيعتمد على المقرباسي دلوقتي ليه؟ رغم ان المقرباسي دلوقتي على الحجر هي خلاص خدت خدتنا كلنا على الحجرات يعمل اللي عايز يعمله ويرفع السعر زي ما عايز ما حدش يدار يتكلمه وبأصبح الآن يبقى عطى على المحطات يعني بعد انما المقرباس بيطلع لو ملأ لو هو طالع من محطة من حلوان للتحرير ملأ بالحداشر او اتناشر او تتاشر واحد للركبين حيطلع حيمشي لو فيه سحام ولا اهو انما حيمشي مش حيوه في اي حده تاني اللي غد ما يوصل هناك فاصبح فيه سرعة الناس عايز يتوصل انما الاوتوبييس الخطوط العبقرة اللي عاملين الخطوط يعني ايه اوتوبييس دلوقتي بالحجمه ده في الزحمة دي مدخلوا انت عمال تلففوا في شوارع ديئة كده في شوارع ديئة يا سيدي انت المحطات خلاص المسافة بين المحطات لازم أبعد المسافات بين المحطات شوية عشان أدي فرصة ان الاوتوبيس ينافس عشان المشوار اللي بيروحوا ده ايضا ينافس لان حركت نمرة ثلاثة الاوتوبيس صار أصلا معادش ينفع اشتغل ده في الحتة اللي هو دي ازا كنت عايزة نافس واخدم والدولة تخدم بحياء وحييه انا بدل ما ليب اتوبيسات اديب عربات صغيرة اللي قد الميكروبوس هي دي اللي حتقدر المنافسه ونفس الاسلوب حعمله مع عدم بقى ان انا مش هبلطل ولا حعاش تم الناس ولا حعمل الزغطة دي كلها حالة وخمسين كيلو انا معرفش وقد دي الحقيقة انا ما اعتقد انه حالة وخمسين كيلو يقدر الاوتوبيس دي الدائري ده يتقسم لخمس او ست مراحل يبقى على طول بيمشي من حتة المكان ومن المكان ومن الدائري اصلا الناس هتركب لو اتعمل الاوتوبيس دي عالدائري بخطوط سبتة في الدائري الاوتوبيس دي هنه يشتغل لانه ما عندهش الزحمة وهعمل محطات مش ما يقفش بقى عشان لزم التذاكر التخلف العقلي اللي عاملينه ده لازم يشلوه هاحترم لازم احترم الراكب عشان دي اللي عندي فانا باحترمه ايه انا عايز اوصله بقى اسرع ما يكون وامان يعني الاوتوبيسات مش هتعمل الحوادث المريعة اللي بيعملوها المكروبسات اللي عاملين بقى بيسابقوا في بعض الاوتوبيسات ممكن هنا والدائري اصلا بيخدم قطاع كبير ليدا يقدر يشتغل عالدائري يقدر يشتغل عالطرق دي كلها ده اللي افهم يقدر يشتغل الاوتوبيسات تقدر تشتغل بصح ان انا اعمل طرق صح اعمل خط سير صح من اماكن من التجمع او من اكتبر خط سير صح انما يجي اطلع خط سير انا قريت في يفط على توبيس وانا ماشي من كم يوم طالع من ميدان لبنان من ميدان لبنان ورايح سقر قريش عشان هو يخش سقر قريش دي وعشان يخش ميدان لبنان طب انا ميدان لبنان ليه ما تخليه على طرف اي حتة من الحتة دي على الطرف ما تخلي اللي عايز يركب الاوتوبيس والمحاطر لاوتوبيس Ciao سيد تمايت نفت في ميدان لبنان لو طلعت المطلع في ايطها بالدائري اطلع المطلع كده من ميدان لبنان هتوبيه على الدائري خلاص طب مادخيه هو ده هنا ومشي بقى على الدائري واتديه صار قريش واتديه بس يخليه ولو حد زي دولة الامارات الشقيقة اللي اهدتنا اقول له نبعد كده اللي عايز يهدينا بدل ما تديني 100 تبيس تديني 1000 مكروباص بسعرهم حيبوا كده لان هم دول اللي حيفدونا لان الزحمة اللي عندنا كده انا بعتقد يعني انا باتهد ما عارفش ممكن يبقى في حلول تانية انما بس تشرح كده